الأدب الأسيوي من وجهة نظر حضرتك بيحمل ايه من اختلاف بيحمل ايه من اهتمامات بيحمل ايه من مواضيع شكلها ايه مواضيع الأدب الأسيوي على فكرة عريق وحصل على العدد كبير من الجوائز يعني أسماء من اليابان ومن الصين وآخيرا نهوت من كوريا في أسماء كتيرة وفي الشعر كمان في الهند تغور وكان يعني التميز الشرق فيه أساطير يعني فيه عمق تاريخي وإنساني الشرق هو الأقدم هو العالم القديم يعني أقدم الحضارات في العالم الحضارة المصرية والحضارة الصينية والهند برضو يعني الهند والصين بالمناسبة حضارة واحدة يعني حتى على المستوى الديني والروحاني كانت تجربتهم وحدة ومختلفة وبتتمركز حول الزراعة وده شكل أساطير وشكل عمق إنساني وفمي ومتشابهة ومعتمد أكتر على البيئة بتاعتهم آه بتندمج مع الطبيعة فيها كتير من التأمل والروحانيات بصراحة ده بالتأكيد وده الشائع والمعروف والمتحق آه وبينعكس بشكل طبيعي على الأدب بتاعهم والأدب ابن الحياة يعني هو انعكاس طبيعي ومباشر لما لدى هؤلاء أو لدى هذا المجتمع من حضارة وثقافة وبخاصة الأدب العفوي الذي يتسم بالعفوية الشديدة